السلام عليكم الزلف اللون اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والاخبارية جياسكا اخبار تيفي القناة التي سأتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد على اخبار شبيب القبائل واخبار الجياسكا فقط لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاعجاب جام لايك والاشتراك في القناة كي يصلكم كل ما هو جديد بيدنا والله يعني خوطنا حابين فقط نديرو نبدأ على مدرب شبيب القبائل عبدالقادر عمراني يعني عبدالقادر عمراني هذا المدرب الموخضرم لجال شبيب القبائل ولقها في الطيحة خوطنا لقها طيحة 4 مباريات 4 خسائر يعني خسرة المباريات كامل في المرتبة الاخيرة وفي المركز الاخير والحمد لله شوفوا بداية موفقة الى حد الان للمدرب عبدالقادر عمراني مع شبيب القبائل عندنا شبيب القبائل ضد كازا سبور سينيقالي اربعة 3 صفر يعني بقيادة المدرب عبدالقادر العمراني واليه الفضل كذلك ثاني مباراة مولودية البيض شبيب القبائل اللي انتهت بالتعادل وباللي شافهم من مدرب عبد القادر العمراني هو لي كان يريد التعادل لانه على باله وباللي كانت شبيب القبائل في هذاك الموتش ماشي رايح امام ما رايح ادير حتى حاجة وكان مورالتها هابط وكل شيء ثالث مباراة ضد هلال شلغوم العيد حيث ربحت اثنين صيفر وذلك الفضل يعود الى عبد القادر العمراني كذلك المباراة هذه اسكو دوكارا الطوقولي ربحت شبيب القبائل تنين واحد وذلك بفضل شبيب القبائل وبفضل المدرب عبد القادر عمراني كذلك والله ما شاء الله عليك وبرافو عليك الكوتش والله صراحة عجبني بزاف لانه خوتنا اول موصل الكفو الصف يعني اول موصل شبيب القبائل كان الكفو الصف يعني مدرب صارم جدا مايلعبش لونطرين مو تدريبات مايعرف لافلان لافل تاني يعني تقدر تلعب وتعرق وصح وتشمخ تريك وتلعب ما تحت سهلش لعب ما تلعبش معاش شبيب القبائل لايك على الفيديو خليونا تعليقات عكم بكم